اهلا بحضراتكم وحدة الوطنية هي المحبة الوطنية ما بين المسلمين والأقباط حقا صدقت نيافة البابا توضرس ان المحبة الوطنية هي السمة الغالبة حاليا للمصريين والأقباط ومهما كان هناك الكثير من التحديات مهما كان هناك الكثير من المؤامرات التي تستهدف زعزاعة هذه المحبة ما بين المسلمين والأقباط لن تنال ابدا من هذه المحبة وهذه الوحدة أيام قليلة جدا بضعة أيام نحتفل بعيد الميلاد المجيد وفي هذه الأيام بنشهد مدى الحب مدى الاحترام مدى التقدير ما بين المسلمين والأخبار هناك من يسارع من المسلمين لتهنئة أخباط مصر المسيحيين بعيد الميلاد المجيد شفنا قد ايه الكثير من الضلالات في الأعوام السابقة والرسائل الجميلة التي يحملها المسلمين تجاه أخوانهم المسيحيين من التهنئة وحرصهم على مرور هذه الاحتفالات بسلام وأمان حرصهم أيضا على مشاركتهم هذه الاحتفالات حقيقة أنا كمسلم لن أجد أي تفرقة ما بين الاحتفال بعيد الفطر وعيد الأطحى والاحتفال بعيد البلاد المجيد لأن كلنا بنحتفل بهذه الأعياد والمناسبات كلنا بنعيش هذه الأجواء كلنا بنحترم بعضنا البعض كلنا بنحرص على تهنية بعضنا البعض عشان كده بندعو ربنا سبحانه وتعالى في عام 2017 الجديد أن يديم علينا هذه المحبة الوطنية وهذه الوحدة الوطنية ويجعل الأيام القادمة علينا كلها خير وبركة وسعادة على شعب مصر الأصيل حدثنا النهاردة في هذه الفقرة عن المحبة الوطنية عن أعياد الميلاد المجيد عن هذا الشعور الذي ينتبه المصريين جميعا بالشجن والحنين والحب تجاه بعضه البعض ضيفي في هذه الفقرة الأستاذ المحترم الأستاذ باسم غالي المتحدث باسم الكنيسة المصرية أهلا بيك يا فاهمين وكل عام وكل سلام طيبين وكل المصريين طيبين كل عام وأحضرك بألف خير والصحة وسعادة كل عام وأخوانا الأقباط في سلام ومحبة ودائما بألف خير وبنسبة أعياد الميلاد المجيدة شكرا مع بداية العام الجديد نهاردة أول يوم تحب تقولي الشعب مصر العظيم في البداية بقدم التهنئة لقدسة بابا تودروس الثاني وبقدم التعزية في نفس الوقت لكل مصابين الكنيسة البطرسية وبقدم التهنئة لقدسة الأنبا مكسيموس الأول راعي كنائس القديس أسناسوس في مصر والشرق الأوسط وبقدم التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا العيد وبقدم التهنئة لأقباط مصر إبتي يعني مصري مصري يعني مسيحي ومسجل احنا ليس نسيج واحد وليس ايد واحد احنا قلب رجل واحد قلب ينبط بالمحبة فالمحبة قوية حتى الموت احنا بنحب بعضنا البعض رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين كلنا مصريين مصر حماها الله رغم رغم اللي بيحصل في مصر ده ده شيء كلنا بنرفضه وبنلفزه لأنه مصر بلد الأمن والأمان حينما أراد هيروديس أن يبطج بالطفل يسوع لكل المجد هربوا إلى أرض مصر ادخلوا مصر سالمين آمينين قعدوا في مصر العائلة المقدسة أكثر من ثلاث سنوات في مصر زاروا أماكن وأصبحت أماكن مقدسة مصر حماها الله نعم البابا الشنودة قال إن مصر ليس وطن نعيش فيه بل يعيش فينا والبابا توضرس قال المحبة الوطنية مكان الوحدة الوطنية كيف ترى وتحلل هذه المقلتين الشهرتين اللي بيبعثوا شعاع من نور للمحبة والسلام والرحمة ما بين شعب مصر العظيم أكبار سواء مسلمين أو مسيحيين إحنا أولا المحبة بيننا قوية منذ قديم الأزل إحنا بنحاب ببعضنا البعض واختلطت دماغنا ببعضنا البعض في حرب أكتوبر 73 أنا ليا برضو قصة برضو عايزة أقولها جزخلتي أسر في حرب أكتوبر 73 يودا صليب على إيده فخدوها عند الجرات إسرائيلين وقالوا له إنت إزاي بتحاربنا ده إنت من ناس لإسحاء يعني إنت ليه بتحط إيدك في إيد المسلم وإنت من ناس لإسحاء قال لهم إحنا بينا وطن وبين شعب وبين أسنين هذا عددها ما شفناش قال له إنت مضطهد في مصر بالعكس أنا وقت حقي وزيادة قال له إزاي قال أنا باخد أجازاتي وأجازاتهم إحنا عايشين بنشرب من نيل واحد ونهر النيل ده شريان للوحدة الوطنية بيننا وحدة وطنية الممكن وبيننا محبة لأننا نستطيع أن نعبر عنها بالكلمات محبة حقيقية اختلطت دماغنا ببعضنا البعض في حرب أكتوبر وما زلنا بنحب بعضنا البعض يعني أنا أقولك حاجة كويسة أو أو أوي المسيح أحبنا فضلا المسيح الله بيشترق شمسه على أشرار الأبرار الله لذاته في بني آدم بيحب الإنسان والإنسان غالي على قلب الله لأنه كذا أحب الله العالم حتى بزر ابنها الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون لها الحياة الأبدية المسيح جهد بنفسه إلى أرض مصر وداز بأقدامه إلى هذه الأرض المقدسة مبارك شعب مصر وقال إن هذا الشعب شعب ومبارك مصر البلد اللي دايما الإرهاب بيحاول يضرب بيدخل عن خلال الدين بيجي الناس ضعاف النفوس ناس فقراء بيحاول يتبناهم يحاول يقولوا فجر نفسك أنت هتروح للجنة وونك في حور عيون ويفضلوا يحاولوا لأنه عارفين إن مصر شعب متدين مصر شعب يعرف الله مصر فيها الإسلام في مصر والمسيحية في مصر لأن مصر بلد الديانات السماوية مصر هي بتحب كل الناس ومصر بلد بيعيش فينا يعني هو بيعيش جوانا تلاقي إن المصري دايما لو لف العالم كله لابد أن يرجع لمصر هو إحنا مصر فينا جوانا وفي حياتنا وفي كل دي مصر بلدنا إحنا بنحبها فعب عدد مع بداية العام الجديد قد يرى البعض وتحديدا من الجماعات الإرهابية الأسمة المتطرفة أنهم مستطاعوا أن ينتزعوا الفرحة من قلوب أخوانا المسيحيين مع الحادث الإرهابي المشين اللي احنا شفناه واللي استهد في الكنيسة المتبوصية بالكاتدرائية المتبوصية بالعباسية هل هذا الحادث ممكن أن ينال من الفرحة ما بين المسلمين والمسيحيين بالاحتفال بالعام الميلادي الجديد ولا بالعكس بمثابة نقطة قوية للاستمرار في هذه الاحتفالات والتصدي لفيروس الإرهاب أولا الإرهاب ده فيه إيد أسمة بتعمل فيه داخليا وخارجيا ده خيل أن فيه خارجيا بيحاولوا يهدموا الربيع العربي اللي حصل كل البلاد سقطت بادة العراء سقطت اليمن سوريا كل بإلا مصر مصر حماها الله مصر فيها جيش خير أجناد الأرض الجيش المصري جيش قوي تحية لهذا الجيش وأنا بعيد على كل الجيش المصري والشرطة المصرية حقيب بلدنا متمسكة بلدنا قوية بلدنا فيها أمن وأمان ده ده رغم لو عملنا عملنا مقارنة بين بره لا ده فيه بره إرهاب عميق جدا في كل البلاد العالم لو رجعنا يعني جابوا مرة في التلفزيون جابوا إيه اللي حصل إرهاب في العالم لقوا أن البلاد الأوروبية فيها إرهاب أكتر من من كل غير مصر مصر الحمد لله مصر بلد قوية مصر مش ممكن حد يقدر يزعزعها لأننا بينا وطن وبينا محبة قوية كالموت لأنه والله بيحب الإنسان والإنسان غير على قلب الله لأنه كذا أحب الله العالم حتى بزلوا ابنه الوحيد لكي لا يغلك كل من يؤمن به بل تكون لها الحياة الأبدية تمام تفضل لا تفضل فان العائلة المقدسة لما جات مصر هربا من لأن مصر بلد الأمان والسلام الله خلق الإنسان على طبيعته وعلى صورته ونفخ من روحه أرادت السماء أن تشارك أن الله جه في صورة طفل الله يملأ الكون كله جه ويعلمنا التواضع جه في وتولد في مزوة بقر لكي يعلمنا التواضع لكي يبشر الناس الفقراء والمساكين لأن الله بيحب الإنسان والإنسان غال على قلب الله مع بداية عام 2017 وبدأ الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد رؤية حضرتك الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هذا العام واختلافه عن الأعوام السابقة يعني أقول الحقيقة وبقلبي العام ده برضو إحنا بنعازل الناس اللي أصيبة الأبرياء يعني فيه ناس أبرياء ليس لهم ناس راح تصلي ناس راح تقدم خبزة لله يعني بتقدم صلاة وفريضة بيصالوا ربنا ما لهمش زنب بأي زنب البنت الصغيرة اللي اسمه مارينة دي البنت الصغيرة اللي عندها 8 سنين ولا 7 سنين دي اللي فجروها وموتوها يعني حاجة مهينة دايما الإرهاب خسيس فيه خصة وفيه ندالة وفيه وده طبيعة الإرهاب طبيعة الإرهاب الخصة والندالة احنا حقيقة يعني من زي كل سنة حقيقة عشان نبقى صرحة مع بعض يعني جوانا جوانا برضو حزن على الناس حزنة يعني أنا بحزن لأخويا وبفرح فرحا مع الفرحين وحزنا أنا بشارك بس أخويا كأننا جوايا الفرحة فرحة الميلاد جوايا وأن المسيح شاركنا الطبيعة الإنسانية لكي نشاركه الطبيعة الإلهية يا لها من رؤية عظيمة يعني احنا طبعا كلنا بنعيد وكلنا فرحانين بالعيد عيد السيد المسيح لكل المجد وليه مننا كل احترام وكل تقدير لكن أنا كل عامل يعمل ازاي كل العامل اللي فات العامل قبل كده جاء السادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة الكدرائية لمرتين متتاليتين تقيل أول رئيس جمهورية أول رئيس جمهورية يزور الكدرائية يعني كل الرؤساء الجمهورية اللي فاتوا ولا واحد منهم يعني سوري جي عيد علينا في كدرائية وجي قدم لنا معايدة يكتفوا مبرقية فقط آآ آآ يكتفوا بيبعت مثلا لكن يسا فتاحس كان حريص على الحدور بنفسه بزيارة رائشة اللي احتفال أنا عندنا حقيقي رئيس جمهورية يعرف يحب المصريين وأحبه المصريين ومن هذا المنبر العظيم احنا بنبايع هذا الرئيس لفترة ثانية باسمه وباسمه كل أغباط مصر بنبايعه لفترة ثانية لأنه عندنا رئيس يكفي الأمان الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه احنا فعلا عايشين في أمن وأمان لكن اللي بيحصل في كدرائية كل هذه يعني حاجات هلامية وهم مش عارفين يعملوا حاجة لقدر حضر لقدر حضر الإرهاب في كل البرد العرب سوريا انكمش وانحضر واليمن لو طبعا في مصر مفيش يوجد عندنا إرهاب وهو شوية ناس بيحاولوا يرهنوا أو يحاولوا يضربوا الوحدة الوطنية استحالة مش حاولوا يفرقونا لكانت طوي صفحات عام 2016 بحلوه ومره والحديث عن الحوادث الإرهابية كانت هناك مقولة شهيرة لقداسة البابا توضرس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكراسة المقصية قال إذا تم تفجير الكناية سوف نصلي مع المسلمين في المساجد كيف تقرأ حروف هذه البقولة والرثائل التي يبعثها للمسلمين والأقباط في هذه الجملة أولا ده دلائل ان احنا شعب واحد وروح وحدة وإله واحد نحن نعبد إله واحد المسيحية بنعبد إلا إحنا بلبس بالآب والابن والروح القدس إله واحد أمين بنعبد إله واحد إلهنا واحد لأن الله بيحب الإنسان والإنسان غالع على قلب الله المخولة إن إحنا كلنا ليس إيد وحدة ولا نسيج وحدة قلب رجل واحد السنين بتشعن عن ملتنا مع بعضنا البعض والسنين بتشعن عن محبتنا البعض وإحنا حربنا مع بعض ومكملين مع بعض بداية ألف ميل بخطوة إحنا مكملين مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه بدأ في البنية التحتية وبدأ بيعمل بجد لو شفنا مشروع قناة السويس والإنجازات اللي بتحصل أي نعم يوجد غلاء في بعض الأسعار وده أمر طبيعي وبيحصل في كل أنحاء العالم لكن في 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 تقدم وفي في تقدم بخطوات ثابتة يعني اللي عملوا في فترة الوجيزة السيد عبدالفتاح السيسي فترة وجيزة عملوا ما عملوش قبل كده رؤساء جمهوريات في سنين هذا عددها احنا بنحب هذا الرئيس ومنحب بلدنا كلنا احنا كلنا مصريين انا احنا عايزين نمشين منه على البطاقة مسلم أو مسيحي كلنا مصريين كلنا أقباط ابتي يعني مسلم ومسيحي ما عندناش التفريقة وبطالب برضو التعليم التعليم عندنا في بعض الحاجات في التعليم وكانت نذكرها وزير التعليم وذكرها سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في بعض نصوص لابد ان تتغير المناهج تتغير في المدارس علشان نبدأ بداية جديدة وصفحة جديدة واحنا اولا مهما عملوا ومهما فعلوا احنا بنحب بعضنا البعض صحيح خانتكلم عن الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد سؤال يمكن ناس كتير جدا بتحاول تستفسر عن معلومات عنه لماذا تختلف ايام عيد الميلاد المجيد ما بين الطائف المسيحية سبب الاختلاف ايه وشايف الاحتفال يعني بيكون ازاي وتحديدا مع عام 2017 اللي بيأمل فيه الجميع ان يكون عام محبة وسلام وخير وبركة على المصرين الجميع الكاتوليك بيعيده يوم 25 ديسمبر وده وده بسنة سنة 1982 لحظوا العلماء ان طول اليوم اليوم النهار بيبقى في الشتاء اكتر من 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 وم وم لما جه لما جه الاستعمار الانجليزي مصر لقى 13 يوم من فرق بين هنا ومن مجمع نقية مجمع نقية ده كان في حضرتك سنة كام سنة 325 ملادية في 29 كيحك 25 ديسمبر وده ده فرق فرق بس في في التوقيت وفي التقويم التقويم لقى التقويم الابتي في فرق 13 يوم وده يعني هو وما دلوقتي كان البابا تودروس برضو بيعمل لقاءات مع البابا فرنسيس الأول عشان يوحده يوحده اليوم يخلوه 7 يناير وده قريبا سيحدث توحيد اليوم هيخلوه 7 يناير كل الأقباط وكل المسيحيين هيعيدوا ان شاء الله ده كان فكر البابا تودروس الثاني كل سنة وحدك طيب وكل المسلمين والمسيحيين في جميع بقاء الأرض بألف خير وصحة وسعادة وعام مليان يا رب بالخير والبركة عليهم جميعا خاني تكلم مع الاحتفال بعيد رأس السنة أو بعيد الميلاد المجيد كيف تكون هذه المناسبات فرصة للتأخي والمحبة ما بين المسلمين والمسيحيين في مصر أولا انا برضو عايز اقول ان احنا المحبة بيننا قوية والمحبة لا نعرف انه عبر عنها بالكالبات الله بيشرق شمسه على الأشرار والأبرار الله بيحب الإنسان والقال لذاتي في بناء آدم لان الله خلق الإنسان على طبيعته وعلى صرته وإحنا الله ما عندوش ان ده مسلم أو مسيحي أو ده يهودي الله بيحب الإنسان نفسه لان خلقه على صرته وعلى طبيعته ونفخ من روحه ودي سمات الله فينا ان زرع جوانا المحبة وريني إيمانك بأعمالك أو وريك أعمالي بإيماني إزاي أعرف ان الرجل ده محبوب من الله انه بيعرف يحب فقد الشيء لا يعطيه أنا بحب أخويا أنا أحب أخويا المسلم أحب أخويا المسلم بيحب أقول المسيح أعرف إزاي وريني إيمانك بأعمالك هي لما أجيب نور ما أحطش النور تحت المكيال أحط النور النور ينور النور ينور حياة الانسان لما الانسان يختبر النور في حياته ويختبر الميلاد في حياته ويتولد الانسان ولادة جديدة يعرف يحب المحبوب من الله يعرف يحب الله بيحب الانسان وقال انا بحبك واثبت الله محبة عملية محبة عملية ان انا بزلت نفسي لاجلك وصلبت عشان خطرك وخطرك زي نضرب مثلا نوح نوح بنها فول كبير ولو قلنا مثلا طوله كان جايبين جايبين سفينة نوح طوله مش عاف تلتمية خمسة وعشرين زراع وعرضها خمسة وعشرين وبدأ الناس تقول له يا نوح ده نوح الرجل ده كبر في السن وعليه تجنن قال لهم الله هنازل طوفان الله غضب عن الشعب الله يا ناس توبه يا ناس دخله جوه الفلك الناس ده نوح تجنن مش عارف ايه لغات لما تقفل ببان الناس اللي دخلت في الفلك نوح واولاده وتقفل الفلك جيه بقى نزل الطوفان افتح يا نوح ما الله غالق افعل الباب احنا بنعيش نفس ايام نوح يا ناس توبه يا ناس يرجعه كان نفس الايام تزوجون ويزوجون والناس مشغولة بالعالم والاشياء التي في العالم لكن الناس مش بتتعز لكن الانسان لما يتعز ويدخل جوه المسيح يدخل جوه الدم لانه هكذا احب الله العالم حتى بزر ابناء الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تقول لها الانسان لابد ان يسلم حياته ربنا ويبدأ بداية جديدة سنة جديدة التاريخ الميلادي المسيح لما جيه اتولد اسم التاريخ الى قسمين قسم ما قبل الميلاد وقسم ما بعد الميلاد هو ده اللي عمله السيد المسيح جيه المسيح علشان يحببني يكونوا واحد حب اخويا وريني محبتك ازاي لازم تكون محبا عملية من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا حبوا اعداءكم باركوا لعنيكم صلوا الى الذين نسؤون لك وتوضركم دي كانت تعليم المسيح يعني ما كنتش اعرف احب اخويا المسلم يابا انا مش مولود من الفوق مش مولود من الله لما كنتش اعرف احب اخويا اجاري لما انا ازاي احب اللي بيعمل معايا خير ما انا لازم اقدم له خير لكن انا ازاي اباين ان انا بحبه حتى لو ملطمك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا ده بيدي التسامح يعلمنا التسامح ويعلمنا ان احنا نحب بعضنا البعض مما ظهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الجميلة واللي كانت رسخة بشكل كبير العام الماضي هو حرص المسلمين على التواجد أمام الكنائس رفعين لافتات تحمل المحبة والتهنئة للمسيحيين في هذه المناسبة العطرة وأعتقد تكرر بشكل كبير هذا العام بل تزداد طبعا رؤيتكم أنتم كمسيحيين لهذه المشاهد يعني إيه اللي بتبصف نفسكم بتشوفوا ازاي المسلمين وهما بيهنؤكوا بهذه المناسبة وحارصون على المشاركة معكم والاندماج في هذه الاحتفالات هو مش غريب على المسلمين المحبة بتاعتهم مش غريبة دي حاجة احنا لمسناها ولن أنسى أيام الرئيس المعزول مرسي وجماعة المحزورة ولما ولعوا في الخمسة والثمانين كنيسة وكان البابا تودروس قال لو حرقوا كل الكنيس هنصلي في الجوامع لن أنسى إخواتي المسلمين كان فيه كنيسة جنب بيتي جموا ووقفوا اثطف حواليها وحاموها ده حاجة مش غريبة عن الإسلام والمسلمين فده ده ده دي محبة لأن زرعت جوانا المحبة وفي أعيادنا بنيديهم والناس بفي أعيادهم بيديونا ده دي المحبة ده دي المسيج الوطني ده المحبة اللي بيننا مش ممكن رغم كيد الكائدين وحقد الحقدين احنا مكملين مع بعض هما بيحاول يرهنوا يضربوا الوحدة الوطنية عارفين إن مصر بيضغطوا عليها بيضغطوا على المصريين ومصر بالاقتصاد لكن هم عارفين إن الحاجة الوحيدة اللي يحاولوا يضربوها بيحاولوا يضربوها هي الوحدة الوطنية عارفين إن مصر بلد متدينة وعارفين إن الإسلام في مصر والمسيحية في مصر بيحاولوا ويرهنوا إن يضربوا الوحدة الوطنية مش ممكن استحالة بالعكس الحركة اللي حصلت في المطروسية بأمانة وبكل أبانة بقول الكلام ده بقلب طاهر وبشدة دي قوت بنا الربط والمحبة أكثر بين كل الماضي وكان دموع المسلمين أنا كنت هناك في البطرسية وشفت إخوات المسلمين كانوا بيعيطوا وقاعدين بأمانة على الرصير بيعيطوا ومزهولين من اللي بيحصل ومش عاجبهم من اللي بيحصل لأنه ده الإسلام ومن أولي الناس اللي راحوا تبرعوا بالدم للمصابين هناك كانوا المسلمين وكانوا بينادوا على التكاتف إنهم يقوموا بمؤذرة خانهم المسيحيين طبعا دي مش غريب عن المصريين والإرهاب بريء الإسلام بريء كل البر عن الإرهاب هو بيحاول يجيبوا ناس ضعاف النفوس ناس محتاجة الماديات وناس ما عندهاش فكر وناس ما عندهاش أي وبيحاول يقول فجر نفسك علشان هبقى لك حور عيون ومش عارب طبعا كلام مش ناس ضعيفة وناس ما عندهاش ما عندهاش مبادئ وما عندهاش ديانة والإسلام بريء كل البر عن هذا الإرهاب هنتهز فرصة التواجد حضاك معنا وهختم بجملة قالها قدس البابا توضرس لقناة مصر الزراعية حرصا وإدراكا منه على قيمة قناة مثل هذه القناة في تقديم المعلومة للمواطن والمزارع المصري قال في لقاء لي تابعوا قناة مصر الزراعية هذه القناة اللي بتؤدم وبتفيد الفلاح والمزارع المصري شايف اهتمام البابا توضرس بقناة مصر الزراعية هو برضو عايز اقول جملة حلوة لهذه القناة العظيمة مصر بلد زراعية وليست صناعية فاحنا بقى ما سمعناش إحنا سيبنا الزراعة واتجهنا للصناعة بوزنا الصناعة بازد وأهملنا الزراعة تحية لهذه القناة العظيمة قناة مصر الزراعية بدأت ترجع ترجع الشعب المصري لأصله للزراعة الزراعة هي بداية صارة لكل المصريين ومصر حباها الله بنهر النيل يعني كان فيه مستشار بتاع المستشار في أمريكا كان في مرة في زيارة المصر وقال كل المياه اللي في مصر دي ومصر بتستور دي القمح من أمريكا إزاي؟ يعني احنا ناس بنحب أي نعم نسكن عن النيل ومرتبطين بالنيل لكن احنا مش بنعرف نستسمر مياه النيل مصر هباها الله بالنيل نين مصر وهذا القناة العظيمة لها دور فعال وأنا بحيي كل العاملين في هذا القناة لها دور فعال في تقدم الزراعة في مصر ورجوع مصر إلى العصور الأولى اللي هي كان فيها مصر البلد الوحيدة اللي كانت بتصدر القطن طويلة تيلة كان نمر واحد في العالم مصر كان من المنتجة سلة الغذاء لكل العالم لكن هرجع تاني إن شاء الله ودي بداية صارة هاختم واحدك برسالة على لسان البابا طويلة بابا الإسكندرية وبطرارك الكرازة الملقصية يوجهها ليه إخوانا الفلاحين والمزرعين يحب يقول لهم إيه؟ آآ كل واحد ينتبق العمله يعني كل واحد ما يقلش عن التاني زي الجندي في الحرب ما يقلش عن الفلاح في الزرع وإحنا مرتبطين أو بالزرع أو بالطين بتاعنا أو بأرضنا أرضنا غالية علينا وعندنا بقى مقولة إن إحنا الأرض يعني الأرض زي العرض يعني ما حدش يقدر فرغ في أرضه ودي أرضنا وأنا واثق بإذن واحد أحد مصر جاية وجاية بشدة وسنة 2017 ستكون مصر أحسن بلد في الشرق الأوسط إن شاء الله مصر حباها الله بنهرها مصر حباها الله بالوحدة الوطنية اللي فيها مصر حباها الله بشمسها مصر حباها الله بجوها هي دي مصر مصر بتحب مصر المصريين هي دي مصر ربنا يحفظ مصر والشعباء العظيم وتحية مصر إن شاء الله قادرين في عام 2017 إن احنا نتغلب على كافة الصعوبات نواجه الكثير من التحديات إن شاء الله قادرين على تحقيق النجاحات للمواطنين المصريين وتحديدا البسطاء وإن شاء الله بإذن الرحمن يكون عام محبة وسلام ورحمة ما بيننا جميعا شكرا لك في نهاية هذه اللقاء شكرا لك في نهاية اللقاء ضيفة العزيزة المحترم الأستاذ باسم غيالي المتحدث باسم الكنيسة المصرية شكرا لك يا فندم مشرفتيني وكل عام شكرا لكل سلام طيبين وبالنجاح من مجد المجد إن شاء الله شكرا لك يا فندم بعض الفاصل مستمرين مع أحداتكم مشاهدين فقرة هامة جدا عن السياحة المصرية مع بداية عام 2017 مع ضيفة الخمير السياحة الأستاذ نصر الفول ينتظرونا بعد هذا الفاصل السريع